في ثاني لقاء الله مع كبار المسؤولين بالمملكة العربية السعودية وزير الشؤون الخارجي والشادين بالخارج والتعاون الدولي السفير محمد صالح النظيف خلال زيادة العمل التي يقوم بها لهذا البلد فقد التقى برئيس صندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد حيث تمهر اللقاء بينهما حول سبول تعزيز التعاون بين شاد وهذه المؤسسة السعودية الهامة في العديد من مجالات التعاون لاسيما في مجالات الصحة والتعاليم والطاقة رئيس هذا الصندوق سلطان بن عبد الرحمن المرشد أكده للوزير استعداد مؤسسته التعاون مع جاد بصورة مباشرة ذلك من دون وساطها مشيرا إلى أن تعاون الصندوق السعودي للتنمية مع جاد له مكان مميزة في العديد من المجالات الحيوية للشعب الجادي خلال إقامته بمدينة الرياض العاصمة السعودية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والشادين بالخارج والتعاون الدولي السفير محمد الصالح النظيف وضمن إطار التعاون بين جاد والمملكة العربية السعودية فقد التقى صباح اليوم بوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح الذي استقبل الوفد الشادي بكل حفاوة وأكد لرئيس الدبلوماسية الشادية بأن المملكة ستعمل على تعزيز تواجدها في شاد ذلك من خلال تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين موضحا بأن السعودية ستعمل أيضا على زيادة حجم الاستثمار في شاد بدوله رئيس الدبلوماسية الشادية أشاد بعلاقات التعاون المميزة بين انجمينة والرياض مجددا إرادة السلطات الجادية في الفاضة للعلاقات المميزة بين البلدين في جميع مجالات الاستثمار هذا وإلى ذلك فقد أكدها الجانبا على مضاعفة الاشتماعات فيما بينهما بغية إيطاء دفع قوية لهذا التعاون الذي يشمل نعدية من القطاعات لا سيما قطاع الطاقة في جاد الذي يعتبر من بين الركاز الأساسي للتنمية الاقتصادية الاشتماعية للبلاد يشار إلى أن هذا اللقاء سبقه اجتماعون بين خبراء من وزارة الاستثمار السعودية والوفد الشادي لمناقشة العديد من النقاط المتعلقة بتقوية التعاون الثنائي بين البلدين